تلسكوب جيمس ويب الفضائي خلينا اقولك ان التلسكوب ده بدأ العمل عليه وتطويره من ايام ظهور اغنية مكارينا ومن ايام ولاية الرئيس كلينتون للولايات المتحدة الامريكية يعني تقريبا من سنة 1996 يبقى بقاله اكتر من 25 سنة في مرحلة التطوير لكن قبل ما اكلمك عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي خلينا اقولك لمدة دقيقة شوية معلومات عن التلسكوب العظيم اللي قبله تلسكوب هابل الفضائي تلسكوب هابل الفضائي قدر انه يصور ويرصد مئات المجرات والكواكب والتجمعات النجمية وهو المصدر الرئيسي لمعظم الصور الملونة المشهورة اللي بنشوفها للنجوم والمجرات لكن في صورة مشهورة جدا لتلسكوب هابل الفضائي اسمها ديب فيلد ودي صورة فيها ما يقارب العشر تلاف مجرات لكن الصورة دي بيكون فيها نقط حمراء كتير جدا واجزاء من الصورة ما بيكونش فيه اي مجرات او نجوم السؤال هنا هل الاماكن السودة دي فضاء من غير اي نجوم او مجرات الاجابة لا طبعا صورة ديب فيلد فور هابل المفروض يكون فيها ملايين المجرات لكن بسبب بعضها الكبير عننا نتيجة لتمدد الكون المتسارع بيحصل لها ريتشيفتينج يعني بيبدأ الدوق المرقي اللي جايلنا من المجرات دي يحصل له ازاحة ناحية الدوق الاحمر وبالتدريج بيدخل في نطاق الاشاعة تحت الحمراء وبكده تكون المجرات دي خارج نطاق رصد تلسكوب هابل اللي مجهز للرصد في نطاق الطيف الضوئي المرقي وتبدأ تظهر المجرات دي في الصورة عبارة عن نقط حمراء خفتة وبتشاهد سودة ما فيهاش اي نجوم او مجرات هنا كان لازم نفكر في طريقة جديدة لرصد المجرات والنجوم دي عن طريق تلسكوب قادر على انه يرصد في نطاق الاشاعة تحت الحمراء اللي جاية من المجرات والنجوم دي فبدأ التفكير في فكرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي اللي عنده المقدرة على الرصد الدقيق باستخدام الاشاعة تحت الحمراء وبكده حيكون عندنا القدرة على رصد البتشاهد السودة والنقط الحمراء في صور هابل بالاضافة ان الاشاعة تحت الحمراء عندها ميزة انها بتقدر ترصد من خلال صحب الغبار الموجودة في المجرات وساعتها حنعرف اسرار النجوم والكواكب اللي جوه المجرات دي هم طب خلينا نرجع بالزمن شوي يعني تقريبا من 13.8 مليار سنة بعد ما حصل البيك بانج كان العنصرين الوحيدين في الكون ساعتها هما الهيدروجين والهيليوم لكن كان فيه تركيز كبير من العنصرين دول في اماكن عن اماكن تانية والتركيز ده تسبب في تكوين النجوم والمجرات يعني بمجرد ما يرصد تليسكوب جيمس ويب حيقدر يدرس المجرات على مسافات مختلفة من الارض وبالتالي مراحل مختلفة من تكوين المجرات دي وبكده هنعرف المجرات بتتكون ازاي دلوقتي جي الوقت اللي نبدأ كلامنا فيه عن تليسكوب جيمس ويب يلا بينا جيمس ويب سبيس تليسكوب هو تليسكوب بيعتمد على الأشعة تحت الحمراء في عملية رصد المجرات والنجوم والكواكب اللي بتدور حواليها بيتكون من 18 مراية على شكل سداسي وهنعرف ليه اختارنا الشكل السداسي وليه بتكون مطلية بالدهب عكس المرايات اللي كلنا نعرفها اللي بتكون مطلية بالفضة هنتكلم عن أهم نقطتين عشان جيمس ويب سبيس تليسكوب يشتغل بشكل سليم لازم نختار له مدار يكون مستقر وثابت ولازم نحميه من أي ضوء أو حرارة توصله من الشمس أولا مداره حاليا جيمس ويب سبيس تليسكوب في طريق النقطة لاجرانج الثانية L2 ودي نقطة من أصل خمس نقط فيها بتتعادل الجاذبية النتجة من الشمس والأمر والأرض وبالتالي بيحتاج التليسكوب لوقود قليل جدا عشان يعدل مداره كل فترة زمانية طويلة وبكده التليسكوب هيكون في مدار ثابت حوالين الشمس مش كوكب الأرض تاني حاجة درع يحمي التليسكوب من أي حرارة ممكن توصله من الشمس والأرض بسبب وجوده في نقطة L2 اللي موجودة على بعد 1.5 مليون كيلو متر من الأرض يعني أبعد من الأمر حوالي خمس مرات كان لازم يكون في تصميم التليسكوب درع يحميه من حرارة الشمس والأشعة تحت الحمراء اللي جياله من كوكب الأرض وعشان كده تم تصنيع درع مكون من خمس طبقات من مادة الكابتن ودي مادة أصلها كربوني لكنها بتكون شفافة وبالتالي تم تلاقها بطبقة دقيقة جدا من الألمونيوم عشان تكون عكس للحرارة ولا أشعة الشمس عشان تتخيل معي قوة العزل ده لك أن تتخيل أن الحرارة بتكون حوالي 85 درجة مئوية عند أول طبقة اللي بتكون مواجهة للشمس وبعد خمس طبقة بتكون الحرارة سالب 233 درجة مئوية وبكده يكون كل الأشعة تحت الحمراء اللي بتوصل للتلسكوب بنصدرها الجسم المرصود وتكون دقة الرصد حوالي 99.9% في علم الرصد الفلكي بيتم تشبيه الضوء بالمية لما تكون فيه أمطار غزيرة عشان تقدر تجمع أكبر كمية ممكنة من المية بتجيب تنكات أقطارها كبيرة جدا عشان تتجمع فيها المية دي نفس الكلام بالنسبة للضوء كلما يكون القطر المراية الخاصة بالتلسكوب كبيرة كلما تكون كمية الضوء اللي بتوصله ويقدر يجمعها أكبر وبالتالي بتكون الصورة أدق وإمكانية أكبر في رصد النجوم والمجرات البعيدة بالمقارنة بمراية تلسكوب هابل اللي قطرها 2.4 متر فتلسكوب جيمس ويب بمرايته اللي قطرها 6.5 متر أقوى 100 مرة من تلسكوب هابل لدرجة اللي لو تم تشغيله على الأرض فهو قادر على رصد الأسر الحراري لنحلة موجودة على سطح الأمر طيب ليه التصميم العجيب لمرايات جيمس ويب 18 وليه اللون الدهبي التصميم بالشكل السداسي للمرايات بسبب أن التلسكوب معتمد على فن الأوريجامي عشان يقدر ينطلق على متن صاروخ من الأرض من غير ما نحتاج لصناعة صاروخ أكبر بمواصفات خاصة بحيث يبدأ التلسكوب يتفرد بشكله الأصلي بمجرد وصوله لنقطة لاجرانج 2 بالنسبة لللون الدهبي فهو لأن فعلا مرايات التلسكوب عليها طبقة سمكها 100 نانومتر من الدهب الخالص بإجمالي وزن 48 جرام من الدهب للمرايات التمنتاشر يعني تقريبا بما يعادل 5 دبل من الدهب للتلسكوب كله الميزة في الدهب أنه أفضل عاكس الأشاعة تحت الحمراء فضلا عن أنه حيمنع تآكل الطبقة الخارجية للمرايات ويقدر يحافظ عليها ببرقها وجودتها من الخصائص المبهرة لمرايات التلسكوب هي أن كل مراية لها القدرة على تغيير زاوية سقوط الأشاعة عليها وتركزها على المراية الثانوية عن طريق 3 مواتير متثبتة خلف كل مراية وبالتالي بتكون دقة الصورة رائعة من غير أي تشويش تلسكوب جيمس ويب حيكون قادر على أنه يرصد مراحل بدايات خلق الكون وتكوين المجرات والنجوم وكمان حيكون تلسكوب جيمس ويب قادر على تحليل تركيب الغلاف الجوي للكواكب خارج المجموعة الشمسية وتحليل الأطياف الضوئية اللي صدرة منها باستخدام علم السبكتروسكوبي وبالتالي اكتشاف أي شكل من أشكال الحياة هناك إن وجد طيب هل هيبدأ تشغيل التلسكوب بمجرد ما يوصل لنقطة لاجرانج 2؟ الحقيقة لا لأن التلسكوب جيمس ويب محتاج 14 يوم كاملين عشان يبدأ يتفرد بالأورجامي ويوصل لشكله الطبيعي وطبعا المرحلة دي هي أكتر المراحل خطورة ورعب لأن أي فشل في خطوة من خطوات فرد التلسكوب حتتسبب في فشل مهمة التلسكوب الكامل لأن حيبقى مستحيل إرسال فريق سيونة من رواد الفضاء لتلسكوب يبعد عن الأرض 1.5 مليون كيلومتر فلازم كل الحلول تكون بالتحكم عن بعض في التلسكوب وعشان تبعت أمر لتلسكوب جيمس ويب هتحتاج 5 ثواني عشان يقطع الأمر ده مسافة 1.5 مليون كيلومتر نتكلم عن مدة المهمة مدة المهمة بالكامل هي 10 سنين من وصول تلسكوب جيمس ويب لمداره في L2 لأن الوقود اللي مزود بيه التلسكوب المسؤول عن تصحيح مداره هيكفي المدة دي بس أملنا الوحيد هو التوصل لتكنولوجيا ممكن تمد التلسكوب بالوقود باستخدام الروبوتات في المستقبل القريب وعشان كده كل المؤسسات العلمية بتتسابق على أنها تعجز أوقات للرصد من قبل إطلاق التلسكوب بسنين يعني فعلا التلسكوب محجوز لمدة 5 سنين من مؤسسات كتير للبحث العلمي وجامعات على مستوى العالم السؤال اللي أكيد كل واحد سألوا نفسه في لحظة ما هو مش 10 مليار دولار رقم كبير جدا كانت الأرض والبشر أولى بيها عايز أقولك أن العشرة مليار دولار دي على 30 سنة من وقت فداية العمل على التلسكوب لو أسمع على عدد الشعب الأمريكي اللي هو 308 مليون نسمة يعني تقريبا 31 دولار لكل شخص خلال 30 سنة كاملين يعني تقريبا 91 سنة في السنة لكل شخص وده 8 كوب باية قهوة في السنة يعني تقريبا ولا حاجة عايزك تتخيل معايا أن الدوق اللي حيقع على مريات تلسكوب جيمس وايب الفضائي طلع من مركز البيكبانج من حوالي 13.8 مليار سنة وخلال الوقت اللي استغرقوا الدوق عشان يوصل لسطح التلسكوب اتكونت مجرتنا وشمسنا وكوكب الأرض وتخلق كائنات عندها القدرة على أنها تصنع تلسكوب بالتعقيد ده وتحطه في مدار مناسب حوالين الشمس عشان يرصدوا الدوق ده تخيلت؟ تمام تخيلت؟ ترجمة نانسي قنقر